اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد خير الكلام الصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله على محمد وعلى آل محمد أما بعد عاشت في قديم الزمان أسرى مكونة من رجل وزوجته وابنهما الوحيد وذات يوم نوع الرجل السفر إلى القرية فاتصل بالمنجمين ليطلعوه على ما سيجري لأسرته أثناء غيابه عن القرية فقالوا له ستلد زوجتك بنتا تتسبب في قتل أخيها انزعج الرجل من أقوالهم خاصة وهو يعرف أن زوجته حامل وخاف على ابنه الوحيد من المصير الذي ينتظره على يد جنين النامي في بطن أمه فيتمنى لو أنها تضع ما في بطنها ليتخلص بنفسه من المولود لو كانت بنتا إلى أن سفره حان قبل ذلك فقال يوصي ابنه لقد سمعت ما قاله المنجمون وأنا على سفر سيدوم عدة سنوات فإذا وضعت أمك بنتا اقتلها في الحال ولا تتركها تعيش لأنها ستجلب لأسرتنا الخراب وإياك أن تهم الوصيتي كان الرجل يتكلم والابن يصغي له وعندما انتهى أجابه يقول إني أسمع ما تقول وسأعمل بوصيتك ولا نخالفها فسافر الرجل مطمئنا بأن ابنه سيعمل بوصيته عندما وضعت المرأة كان المولود طفلة جميلة أحبها الولد وتعلق بها وتردد في قتلها إلى أن وصية أبيه بقيت ترن في أذنه باستمرار فبقى ممزق المشاعر بين تعلقه بها وبين أوامر أبيه وقرر في الآخر الإبقاء عليها وهو يقول لنفسه سأتركها تعيش وعندما يعود سيشاهدها وربما يغير رأيه وإذا أصر على قتلها سيكون لي موقف آخر أخذت الطفلة تنمو وتكبر وهو يزداد تعلقا بها وهي تزداد تعلقا به ولما آن أوان عودة أبيه ما كانت الفتاة تفهم وتدر كل ما يدور حولها فخاف أخوها من أبيه فتفاهم مع جارهم بأن يحتفظ بالفتاة على أنها ابنته ويسلمه ابنه ليقدمه لأبيه على أنه أخوه فوافق الجار على ذلك ريث ما يألف الرجل ابنته فلما وصل الأب قدم له الولد على أنه ابنه وتعرف على الفتاة على أنها بنت جاره إلى أن ذلك التستر لم يدم طويلا فقد عرف الرجل الحقيقة فعاتب ابنه على تجاهله وصيته وصاحبه يأمره اقتلها أو دفنها حية ولا تحاول أن تريني وجهها ثانية ولا تريني وجهك إذا لم تنفذ أمري لم يجد الولد بدا من طاعة أمر والده إلى أنه رأى دفن أخته حية أهون على نفسه من قتلها فأخذ المعول وركب حصانه وأردف أخته وراءه وسار إلى مكان بعيد عن القرية فتوقف ونزل من فوق الحصان وأخذ المعول وراح يضرب به الأرض يحفر حفرة ليدفن أخته فيها عندما رأته أخته يحفر الأرض أخذت تساعده في نقل التراب وجمع الأحجار فبقى يشاهدها وهو صامت إلى أن رأى أن الحفرة على مقاسها قال لها انزلي إلى الحفرة لأرى ما إذا كانت على مقاسك لم تمانع الفتاة فقفزت إلى داخلها وبدأه ويسقفها بما جمعه وأعده من أحجار وهي تضحك وتواصل حديثها معه تبدي له ملاحظاتها وترشده ببراءة إلى الثقوب والفتحات التي لم يسدها قائلة له الضوء الكثير يدخل من هذا الثقوب فيعمل على سده ليسمع صوتها من جديد تشير إلى ثقب آخر من هذا الثقب أرى الشمس فيعمل على سده وتستمر هي في إرشاده إلى الشقوق والثقوب التي يدخل منها الضوء ويتجدد الهواء فيسدها واحدا بعد الآخر ونفسه تنازعه الإشفاق عليها والكف عن دفنها خاصة وهي تجهل ما يراد بها وإلا لما أخذت تدله على الثقوب وقف حائرا أمام آخر الثقوب هل يسده لينهي حياتها ويعود إلى أبيه أم يخرجها ويتولى رعايتها بعيدا عن أبيه وما هو مقدر للإنسان لا بد منه تغلبت عاطفته نحوها فأسرع يزيح التراب والأحجار ليشاهدها تضحك فأخرجها لينفض عنها التراب ويبادلها الضحك وهو يغالب دموعه فأردفها خلفه على ظهر حصانه وراح يسير على غير هدى عثر في طريقه على نمرين صغيرين لوحدهما في الوادي فأخذهما معه ليشاطرانه الحياة التي سيعيشها وحيدا مع أخته واستمر يواصل سيره باحثا عن مكان قصي مهجور يستقر فيه فوجد ضالته على ضفة جدول ماء فحطر حاله عنده وشرع في بناء كوخ صغير يأوياني فيه واستبل يأوي فيه الحصان والنمرين وعندما استقر به المقام في ذلك المكان راح يستيقظ مع كل صباح ليسرج حصانه ويعتلي ظهره مستحبا معه النمرين الصغيرين ويخرج للسيد والقنس والتدريب على فنون القتال ولا يعود إلا بعد منتصف النهار موصيا أخته بأن لا تفتح الباب لأي طارق وأن لا تتعرف على أي غريب ولا تنزل الجدول لتغسل أو تغسل الملابس أو تنقل حاجتهما من الماء أثناء غيابه جعل الولد من نفسه ومن الحصان والنمرين شيئا واحدا وكل واحد يكمل الآخر يتحركون بصورة جماعية كلما طلب منهم التحرك وراءه وقد أطلق على حصانه اسم حصان بن هادي وعلى النمر الأول اسم قلبي وعلى النمر الثاني اسم فؤادي ودربهما على الوقوف بجانب الحصان لينطلقوا معه عندما يناديهم بقوله قلبي فؤادي حصان بن هادي دق الوادي ما أن يسمع ذلك منه حتى تعد الخيل والنمرين معها يقاتلان ويصطادان معه أخذت الحياة تسير به في مكانه ذاك يقضي أوقاته في الصيد والتدريب النمرين على طاعته والقتال معه والفتاة قاعدة في البيت تعد الطعام وتعتني بالحصان والنمرين عند عودتهم كان من الممكن أن تستمر حياتهم على هذه الوتيرة لو لم يكن السلطان الذي يقيم على ضفة الجدول على بعد مسافة منهم معتادا على النزول إلى الجدول ليسقي حصانه بنفسه فذات يوم امتنع الحصان عن الشرب وكلما أدنى رأسه إلى الماء رفعه قبل أن يشرب ولما تكرر ذلك منه مرارا أثار عجب السلطان فانحنى على الجدول يمعن النظر فيه فشاهد شعرة مستطيلة ملتفة بين الماء خاف منها الفرس وامتنع عن الشرب فتناول الشعر بيده ولفها برف واحتفظ بها وراح يعرضها على جلسائه يسألهم عن من تكون صاحبتها وهل هي من الإنس أم من الجن تحير الجميع من طولها فقال لهم السلطان الذي سيأتيني بصاحبة هذه الشعرة سأعطيه ما يطلب فقال أحد جلسائه لن يحقق طلبك إلا العجوز الكاهنة فأمر السلطان باستدعائها فلما حضرت مجلسه أرض عليها الشعرة وهو يقول لها إذا أحضرت لي صاحبة هذه الشعرة سأعطيك كل الذي تطلبين طوت العجوز الشعرة بطرف خمارها وأخذت عصاها وسارت في محاذاة جدول لتبحث عن ضالتها حتى وصلت إلى الكوخ الذي تقيم فيه الفتاة مع أخيها فدقت الباب لتستغرب الفتاة من ذلك لأنها لم تعتد أن يطرق عليها الباب أحد فسألت من يطرق الباب؟ قالت العجوز عجوز عابرة سبيل تطلب لقمة غدا أجابتها الفتاة من وراء الباب الله كريم ليس لدينا ما نتصدق به لم تجيبها العجوز ولم تعاود طلب الإحسان مرة أخرى وإنما تظاهرت بالتعب والمرض والجوع تشكو حالها لنفسها وتدعو الله على نفسها بقولها يا الله أزني ولا هذه الهيانة أحوجتنا لما في أيدي الناس وذليتنا آخر أعمارنا كانت العجوز تشكو حالها وتدعي على نفسها والفتاة التي تستمع لها من وراء الباب لترق عواطفها وتليل نحو العجوز كلما أمعنت العجوز في الدعاء على نفسها حتى ذابت عواطف الفتاة ففتحت الباب لتقدم لها كسرة خبز وجرعة ماء تناولتهما العجوز شاكرة وجلست تقضم الخبز وتعلقه بأسنانها وتشرب من الماء وتارة تبلل الخبز بالماء قبل أن تأكله والفتاة ترقبها بصمت ما أن انتهت العجوز من الأكل حتى راحت تتظاهر بالشبع والانتعاش ورفعت يديها نحو السماء تدعو للفتاة الله يشبع جوعك ويكسو عريك ويرزقك بابن حلال ويمتعك بشبابك تفتحت أسارير الفتاة وعلاها الفرح لسماعها دعاء العجوز الذي وجدت فيه عوضا عن مخالفتها أوامر أخيها لأنها أنقذت نفسا مشرفة على الهلاك همت الفتاة بالدخول وإغلاق الباب إلى أن العجوز التي كانت تتأمل في جمال الفتاة ومحاسنها سألتها مع من تعيشين في هذا المكان الموحش وما كلفك الله لذلك كان لسؤالها وقعا خاصا في نفس الفتاة فأجابتها تقول أعيش هنا مع أخي ولا أعرف لماذا نحن هنا وحدنا تنهدت العجوز وهي تقول من يعيش في هذا المكان المغفر لوحده إلا من كان مجنونا وأردفت متسائلة أين أخوك الآن؟ قالت لها خرج في الصباح كعادته للصيد وسيعود بعد منتصف النهار عودت العجوز تنهدها وهي تقول حرام تعيشين وحيدة في هذا المكان الموحش يذبل شبابك ويشوه جمالك استأنست الفتاة بحديث العجوز وألفت مجالستها وإن بقيت خائفة من أخيها إلى أن العجوز لاحظت ذلك أردفتها تقول أنت فتاة شابة وجميلة لكنك مهملة لنفسك لا تغتسلين ولا تعتدين بزينتك فقالت لها الفتاة أنا أغتسل يوميا عندما يعود أخي ولا أصدق بوجود أي أوساخ على جسمي فقالت العجوز إذن فأنت لا تعرفين كيف تتزينين ولا كيف تمشطين شعرك لتحافظي على جمالك ورونق شبابك وأردفت تقول سأتي غدا لأعلمك كيف تتزينين وكيف تمشطين شعرك لأن جهلك ذلك أثر على جمالك لم تجبها الفتاة التي ملأ الفرح نفسها مما سمعت وبقيت كعادتها تنتظر عودة أخيها إلى أنها لم تخبره عندما عاد بما جد في حياتها وما يدغل عواطفها من أحاسيس ومشاعر زرعته في نفسها العجوز التي فتحت لها الباب وتصدقت عليها ببعض كسرات الخبز نامت الفتاة متشوقة لصباح اليوم التالي وللساعة التي يغادر أخوها البيت لتقضي فراغها مع العجوز التي أبدت لها رغبتها في تعليمها العناية بزينتها وتمشيط شعرها والاهتمام بجمالها ما إن غادر أخوها البيت مع النمرين حتى تركت الباب مفتوحا على غير عادتها تترقب قدوم العجوز الكاهنة إلى أن انتظارها لم يدم طويلا فسرعان ما أقبلت العجوز ورحبت بها الفتاة وهي تسلم لها قيادتها إلى أن العجوز قالت لها لابد من إشرافي عليك وأنت تغتسلين في الجدول لأتأكد من نظافة جسمك قبل أن أشرع في تعليمك كيف تمشيطين شعرك وترتدين زينتك وافقتها الفتاة وسارت معها إلى الجدول وتجردت من ملابسها والعجوز تدلك لها جسمها وترشها بالماء وعندما انتهت من الاغتسال ارتدت ثوبها وقعدت عند قدمي العجوز لترتب لها شعرها فأخذت العجوز تمشيط لها شعرها وهي تروي لها القصص والحكايات حتى تأكدت من سرحانها في المستقبل الذي صورته لها فاجتزت خصلة من شعرها المستطيل وتوته في خمارها واستمرت تمشيط شعر الفتاة فودعتها منصرف نحو السلطان لتقدم له الدليل على نجاحها في المهمة التي كلفها بها عندما وقفت العجوز أمام السلطان لم تخرج له الشعر التي طلبها وإنما أخرجت له خصلة شعر وإنما أخرجت له خصلة شعر بطول الشعرة التي عثر عليها لتبرهن له عمق ارتباطها بالفتاة فرح السلطان بذلك أيما فرح وراح يقيس طول الشعر التي عثر عليها بطول الخصلة التي عثرت عليها العجوز الكاهنة التي تأكدت من أن الفتاة هي ضالته فقالت له لو أحضرتها إلى قصرك وجعلتها من بعض نسائك ماذا ستعطيني؟ أجابها السلطان بقوله لك ما تطلبين استمرت العجوز تتردد على الفتاة في غياب أخيها لتقص عليها الحكايات وتساعدها على تمشيط شعرها وتستفسرها عن حياتها مع أخيها والفتاة تجيبها وتروي لها تفاصيل حياتهما فتظهر العجوز الإشفاق على شبابها وجمالها من الحياة هناك وتصف لها قصر السلطان والحياة فيه وتزين لها فكرة الهروب معها إلى المدينة لتعيش في قصر السلطان رفضت الفتاة فكرة الهروب في بادي الأمر لتعلقها بأخيها إلى أن استمرار العجوز في تزيين الحياة لها في قصر السلطان وما سيحيط بها من خدم وجواري وما ستتمتع به من نعيم جعلها تتقبل الفكرة وبقيت تتهي بالتنفيذ خوفا من بطش أخيها فقالت للعجوز إذا هربت معك أخشى أن يتتبعني أخي وينكلبي فقالت لها العجوز تطمئنها اطمأني من ذلك سيكون مجموعة من حرس السلطان في مرافقتنا قالت لها أخشى أن يتغلب عليهم بمساعدة النمرين قالت العجوز لن يكون أقوى من جيش السلطان اطمأنت الفتاة لوعود العجوز وتأكيدها فوافقت على الهروب معها صبيحة اليوم التالي بعد خروج أخيها فانصرفت العجوز متجهة نحو السلطان لتزف له البشرى بأن الفتاة ستكون في قصره مساء الغد وطلبت منه قوة من فرسانه لمرافقتها ومنع أخي الفتاة إذا لحق بها لإرجاعها فأصدر السلطان أمره إلى مجموعة من فرسانه لمرافقتها مستحبين معه حصانه الخاص ليحملها إلى القصر في صبيحة اليوم التالي ذهبت العجوز الكاهنة وبرفقتها مجموعة من فرسان السلطان في اتجاه بيت الفتاة وعندما قاربت المكان تركتهم هناك وسارت بمفردها لتجد الفتاة قد حزمت ملابسها بعد خروج أخيها وبقيت تنتظر قدومها ففرحت بمرآها وانصرفت هارب معها وهي تكاد تسابق العجوز في سيرها خوفا من عودة أخيها وعندما وصلوا إلى المكان الذي بقي الفرسان فيه بانتظارها وعندما وصلوا إلى المكان الذي بقي الفرسان فيه بانتظارهما اعتلت حصان السلطان الذي أرسل لها وواصلت السير والفرسان يسيرون وراءها متجهين إلى قصر السلطان في المدينة عندما عاد أخوها إلى البيت لم يجدها في انتظاره كعادتها وتوهم أنها نزلت إلى الجدول أو خرجت لقضاء حاجتها فناداها وتكرر نداؤه لها دون أن يسمع من يرد عليه فراح يبحث عنها في الأماكن القريبة فلم يعثر لها على أثر فعاد يبحث ويفتش في حوائج البيت فوجد ملابسها والأشياء الخاصة بها قد اختفت معها فأيقن أنها هربت مع غريب كانت على معرفة به من ورائه فتذكر وصية والده له بقتلها يوم سفره وعصيانه لأمر أبيه الأول والثاني بقتلها وفضل أن يعيش معها في ذلك المكان المغفر وحيدين على أن يعيش بدونها مع أسرته وإذ هي تغدر به وتهرب في أول فرص لاحت لها تذكر ذلك وملأت الحسر والغيظ نفسه فقفز إلى ظهر جواده وهمزه وهو يقول قلبي فؤادي حصان بن هادي دقوا الوادي انطلق الحصان يسابق الريح في عدوها والنمرين انطلقا خلالها وبقي يستثحهم على السير بسرعة ويتمنى لو يطير ليلحق بأخته التي كانت تتسرع في سيرها مثله مخافة أن يلحق بها في الطريق فبقيت عينها مسمرتين نحو الخلف ترقبانه بدلا من مراقبتها الطريق التي ستوصلها إلى قصر السلطان فلاحظت غبار خيل يسير وراءهم ويقترب منهم فبقيت تتابعه حتى غدا على مقربة منها تمكنت من التعرف عليه فصاحت بالعجوز والفرسان قائلة أخي يجري في أثرنا ولابد من دخول المدينة قبل أن يلحق بنا سمع الفرسان قولها ذلك أسرعوا في السير وأخذوا يتهيأون لملاقات أخيها عندما اقترب الفتاة وشاهد فرسان السلطان يتهيأون لملاقاته وتعرف على أخته راكبة حصان السلطان استل سيفه وهمز حصانه وقال قلبي فؤادي حصان بن هادي دق الوادي قال ذلك وحمل عليهم يضرب بسيفه وأن ميران يبطشان بمخالبهما وينهشان بأنيابهما فرسان الصم الذين حاولوا الصمود والوقوف في وجه الفتاة دون جدوى فلم يجدوا بدا من الهروب للنجاة بأرواحهم نحو أبواب المدينة وعندما اجتازها قصدت في وجه الفتاة يحول دون استعادته لشقيقته لكن الفتاة قرر أن يستعيد أخته التي غدرت به بأي ثمن لما وجد الفتاة الأبواب موصدة في وجهه انسحب إلى غير بعيد منها ليريح جسمه وليأخذ حصانه والنمرين راحتهما استعدادا لمعركة اليوم التالي ولما رأى أنه لم يخرج أحد لملاقاته من فرسان السلطان فرض حصارا على المدينة ومنع الدخول والخروج منها وإليها حتى اضطر السلطان أن يأمر عسكره بالخروج لمحاربة الفتاة وخرجه لمشاهدة المعركة والفتاة تقف وراءه وعندما شاهدهم الفتاة صاح صيحته المألوفة قلبي فؤادي حصان بن هادي دق الوادي قال ذلك وهمز حصانه فانطلق الحصان والنمران حوله وأخذ يضرب بسيفه جنود السلطان والنمران يبتشان بمخالبه ما بطن الخيول والجنود وما هي إلا ساعة حتى هرب من بقي منهم في مواجهته والسلطان في المقدمة ودخلوا المدينة وأوصدوا أبوابها وراءهم خوفا منه تكرر حصار الفتاة للمدينة وخروج جنود السلطان لملاقاته وهزيمتهم أمامه أكثر من يوم والمخاوف تملأ قلب الفتاة فشكت للعجوز الكاهنة وهي تقول لها استمرار هزائم جنود السلطان وانتصار أخي عليهم يوما وراء يوم لا بد أن يستعيدني بالقوة أو بالمفاوضات على رفع الحصار عن المدينة لذا أجد الخوف يضاعف في نفسي مع كل هزيمة لعسكر السلطان فقالت لها العجوز أخوكي يستمد قوته من النميرين وهما لم يألفا أحد سواكما وما من أحد يستطيع الاقتراب منهما في الوقت الحاضر غيرك والرأي أن نذهب معا إلى مكانهما لنسد آذان النميرين بالشمع وندهن ظهر الحصان من تحت السرج بالحلبة ونترك رباط السرج غير مشدود لنعيق مساعدة النميرين له ولكي يسقط عن ظهر الحصان وافقت الفتاة على القيام بذلك فسارت في الظلام والعجوز بجانبها وعندما وصلت لم ينكرها الحصان ولا النميرين فراحت تفتح للحصان سرجه وتدهن له ظهره بالحلبة وتركت رباط السرج شبه مشدود وعمدت إلى النميرين تسد آذانهم بالشمع وانصرفت والعجوز معها مطمئن إلى نجاح خطتها في صبيحة اليوم التالي حاصر الفتاة المدينة كعادته وخرج له جنود السلطان كعادتهم وما أن شاهدهم حتى صاح صيحته المألوفة قلبي فؤادي حصان بن هادي دوق الوادي قال ذلك وهمز الخيل فانطلقت تعدو إلى أن النميرين بقيا واقفين لأنهما لم يسمعا نداءه بسبب الشمع الذي سدت به آذانهم فتلفت حوله فوجدهما واقفين فاستغرب ذلك منهما وأدار عنان حصانه نحوهما وعاود نداؤهما فلم يستجبا له فرأى ذلك جنود السلطان فحملوا عليه وحاول بدوره أن يلعب بحصانه قبل أن يلاقيهم فمال به السرج فوقع من ظهر الحصان على الأرض وقبل أن يقوم تدافع فرسان السلطان عليه يقطعونه بسيوفهم وتركوه وراءهم وهم موقنون أنه قد فارق الحياة وأن لحوش ستأكله وساقوا حصانه والنمرين معهم إلى المدينة بقي الفتاة هناك مغسلا بالدماء ومثخنا بالجراح لا يربطه شيء بالحياة إلا أنينا خافتا متقطعا طرق مسامع جمال مر على مقربة منه فشاهده مشرفا على الموت فرق لحاله وحمله معه إلى منزله وتولى تضميض جراحه ومداواته وزوجته تعتني بغذائه حتى أخذ يستعيد وعيه وصحته يوما بعد يوم عندما خفت آلامه واستعاد كامل وعيه أخذ يدير عينيه فيما حوله باستغراب محاولا معرفة المكان الذي هو فيه ومن أوصله إليه ونظر في وجه الرجل والمرأة الجالسين بجانبه فسألهما من يكونان وفي أي مكان هو ومن الذي نقله إلى هناك فأخبره الجمال أنه عثر عليه ملقيا في الفلات مشرفا على الموت من كثرة جراحه وسأله الجمال بدوره عن سبب تلك الجراح شرد الفتى بذهنه وعاد بتفكيره إلى ماضي حياته واستعاد شريط ذكرياته ولسانه يروي للجمال وزوجته تفاصيل حياته من يوم كان يعيش مع أسرته وقول المنجمين لأبيه قبل سفره ووسيته له بقتل أخته وماذا جرى عليه مخالفة ذلك الأمر والإشفاق عليها رقت جمال وزوجته لحال الفتى والرثيال ما آلت إليه حياته وقدرات تضحية التي أقدم عليها من أجل أخته التي غدرت به فضاعفا من عنايتهما به إلى أن الفتى وجد من العسير أن يعيش بينهم بعد أن استعاد صحته وهو لا يقدم لهم أي عون أو مساعدة فراح يقدم لهم مساعدته في كل ما يقدر على أدائه وهما يضاعفان العناية به ليستعيد قوته ويتمكن من الثأر لنفسه سأل الجمال الفتى ذات يوم هل بمقدورك الآن الأخذ بالثأر من أعدائك لم يجبه الفتى وإنما طلب منه أن يقدم له خاروفا ليرى ما إذا كان قادرا على القفز من فوقه أم لا فقدم له الخاروف فقفز من فوقه فطلب من الجمال أن يقدم له عجلا فحاول الركوب فوقه فلم يستطع فأجاب الرجل لازلت عاجزا عن أخذ الثأر لنفسه استمر الجمال يغدق عليه المأكولات ويضاعف من عنايته ويقدم له الحيوانات التي يطلب القفز من عليها إلى أن وجد نفسه قادرا على القفز من فوق الحصان فقال للجمال اليوم أنا على استعداد للأخذ بثأري فريح الرجل وزوجته بذلك كما لو كان الفتى ابنهما فطلبا منه أن يحدد طلباته التي ستساعده على الوصول إلى قصر السلطان والثأري لنفسه فأوجزها في حمار مريض أعرج وفر له الجمال ذلك وزوده بقوس ونبل وسيف ورمح أخفاها بين حاجياته وودع الجمال وزوجته وشكرهما على ما قام به نحوه وامتطى ظهر حماره الأعرج وسار نحو غايته إلى أن وصل المدينة التي تقيم فيها أخته فاستقر هناك يزاو الحركات على حماره الأعرج تلفط النظر نحوه ولا تدل على حقيقته ما من صباق يحدث بين الفرسان إلا واشترك فيه بحماره الأعرج وما من قوة عسكرية يرسلها السلطان إلا وساهم فيها طواعية وعندما يعود يربط حماره الأعرج إلى جانب خيول السلطان حتى غدا موضع سخرية الجميع وعندما تأكد أن الجميع لا ينكرونه ولا يتخوفون منه التفت نحو الخيول يتقرب منها ويعتني بها متنقلا من حصان إلى آخر يحدثه ويضاحكه كما لو كان إنسانا مثله حتى وصل إلى حصانه الذي عاش عازفا عن الطعام من يوم فارقه ملقيا على الأرض مثخنا بجراحه فلما رأى صاحبه عرفه فعاودته حيويته ونشاطه فراح يلتهم كل ما كدس أمامه من علف والفتى يواظب على زيارته أثناء تقديم العلف له وكان الحصان قد غدا أسيرا لدى السلطان من يوم استولى عليه بعد أن شاهد مواقفه مع الفتى يومها وعندما علم السلطان أن الحصان استأنس وعاود الأكل والشرب ملأ الفرح نفسه وأمر أن يتفرغ الفتى للعناية بالخيول ففرح الفتى بالوظيفة وغدا يهتم بالخيول موليا حصانه الأولوية وأخذ في كل يوم يعتلي ظهر حصانه ويتجول به فأكثر من الركوب والتجول عليه ليستعيد نشاطه القديم كان السلطان يشاهد ذلك وترتاح نفسه لترويض الفرس على يد الفتى فشجعه على الاشتراك في مسابقات فرسانه في العدوي والرماية حتى غدا أبرز الفرسان في كل الفنون وذات يوم أقام السلطان حفلة سباق على الساحة أمام قصره اشترك فيها كل الفرسان يظهر كل فارس تفوقه بالرماية والرمح والقوس حضرها مواطنه المدينة واستفوا على جانبي الساحة أمام القصر لمشاهدة الفرسان الفائزين واستفت نساء القصر في شرفته يتابعنا الفرسان فارسا بعد فارس وعندما أتى دور الفتى الذي استحب معه النمرين لم يترك فنا من فنون الفروسية إلا وأتى به وأخته تراقبه وتحدث نفسها ألعاب هذا الفارس تذكرني بأخي وكان أخوها بدوره يبحث عن مكانها بين نساء القصر في الشرفة حتى تعرف عليها وهو يجول على حصانه فصادف آنذاك مرور سرب من الحمام يحلق في السماء متجها نحو القصر فاستغل الفتى ذلك ونادى السلطان وهو يجول في الميدان على حصانه والنمرين بجانبه يا سلطان الزمان لبيك اسمح لي أرمي حماما بين الحمام توهم السلطان أنه يشير إلى الحمام الطائر فوق سماء القصر فأجابه يقول لكذلك فأحكم الفتى نبله وشد قوسه وأطلق السهم ليصيب جبين أخته التي هوت من الشرفة إلى الساحة وقبل أن يتمكن السلطان من التعرف على ما حدث ومن سقط أمامهم شد القوس وأطلق السهم الثاني على السلطان وقتله وعندما تأكد من ذلك صاح صيحته المألوفة قلبي فؤادي حصان بن هادي لوق الوادي قال ذلك وهمز حسانه الذي انطلق به ومعه النمرين بجانبه وخارج بوابة المدينة أبصر الفتى العجوز الكاهنة فأشار إلى النمرين أن يتولى أمرها فهجما عليها ومزق جسدها قطعة قطعة ثم واصل الفتى طريقه ومر بالجمال وامرأته ليبشرهما أنه قد أخذ بثأره ففرحا بذلك وعاد إلى قريته ودخل بيته معتذرا لوالده عن عصيانه أوامره وسرد عليه ما جرى له وصادفه من يوم خروجه من البيت حتى عودته ليعيش معه عيشته الأولى التي لا يكدر صفوها مكروه السؤال برأيكم من كان المخطئ هل الفتى عندما لم ينفذ وصية والده أم الأب عندما سأل المنجمون وأتمنى أن تكون القصة قد نالت على أجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعمل فائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الأجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وإنشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا